موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامجكم برنامج تفسير الأحلام والرؤى شفت منا نلتق اليوم مع تفسير الأحلام والرؤى هذا العالم المليء بالرموز والإشارات الظاهر منها والخفي نحاول أن ندخل هذا العالم نحاول أن نحلل ونفسر إشارات ما يرد في الأحلام والرؤى بشيء من التفصيل نتطرق لبعض الأحلام التي يمكن أن تقع تحت بند أنها أحلام معروفة أو مشتركة أو الكثير مننا يحلم بهذه الأحلام على سبيل المثال للحصر أحلام السقوط أحلام السقوط من مكان مرتفع الكثير مننا يرى في منامه أنه يسقط من مكان مرتفع يعني إنسان يرى أنه يسقط من مكان مرتفع ولكن هنا سؤال مهم جدا هل سقط على الأرض فارتطم بالأرض وحصل أي كسر أو أي شيء صعب في المنام أو أنه سقط واستيقظ قبل أن يصل الأرض أو يصدم الأرض السقوط من مكان مرتفع هو خوف شديد خوف شديد داخل الحالم من غدا هو مش عارف غدا في إيه المستقبل في إيه وطبعا ده خوف بشكل عام بيكون مفروض موجود في الناس كلها بس عند بعض الناس بيكون زيادة أو الخوف ده زايد والخوف اللي زايد ده بيأثر فيه جزء مهم جدا 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 هو قارين الإنسان ومع الأسف الشديد القارين دائما هو حلقة من حلقات التعب أو اللي بيسبب التعب والإجهاد والوسوسة للإنسان في اليقظة أو المنام في اليقظة أو المنام ويستغل دائما القارين مع الأسف الشديد بيستغل النقاط الضعفة في الإنسان ويبدأ يلعب عليها كوسوسة في اليقظة أو إشارات صعبة في المنام من هذه الإشارات وهي وسوسة القارين في المنام الإنسان يرى أن يسقط من مكان مرتفع فبيستغل خوف الإنسان أو خوف الحانم من الخوف من المستقبل فبيزود الخوف ده عنده ويبدأ بقى في المنام يهيئ له أنه بيسقط من مكان مرتفع ومش عارف المكان ده هيسقط منه هيصل لإيه هو ينتهي بإيه زي المستقبل هينتهي بإيه كذلك السقوط من مكان مرتفع مش معروف هينتهي بإيه ده لو سقط من مكان مرتفع ولم يصدم بالأرض خايف المستقبل بشكل صعب إنما المشكلة الأصعب لو إن الإنسان رأى في منامه إنه بيسقط من مكان مرتفع جبل أو هضبة ولكن يستضم بالأرض يستضم بالأرض وهنا دي أصعب يعني دي الأصعب في الموضوع إنه معناه إنه هو عنده خوف شديد جدا الحالي من المستقبل ولكن عنده الخوف بتاعه وصل لمرحلة إنه متأكد إنه سيصب بأزا يعني الحلم الأول إنه بيسقط من مكان مرتفع بس ما يصدمش بالأرض هو خايف بس مش متأكد 100% إنه يصب بأزا إنما إذا استضم بالأرض لا هو عنده يعني شيء شبه يقيني في نفسه إن المستقبل صعب وخوف من المستقبل يولد في نفسه إنه هو سيصاب بأزا سيصاب بأزا قصة منتهية يعني يستضم بالأرض يحصل كاسرة أو يحصل جزء أو هكذا دي حلم مشهور جدا السقوط من مكان مرتفع من الأحلام المشهورة أيضا للناس في كثير من الأمور أحلام الطيران أحلام الطيران الكثير مننا يرى في المنام أنه يطير طب يا طرى بتطير على إنك طائر ولا بتطير على إنك إنسان أو نصفك طائر ونصف إنسان يعني عندنا مجموعة من الاختيارات أو اختيارات متعددة هالإنسان بيطير بهيئته كإنسان أو بيطير على هيئة طائر أو بيطير نصف إنسان نصف طائر ولما بيطير بيسقط مرة أخرى ولما بيسقطش ولما بيطير بيوصل لفين مجموعة أسئلة بتحكم مجموعة من الأحلام في مجال الطيران او الانسان يرى نفسه بيطير نتناوى الولجسئية وهو الانسان لو رأى في نفسه انه يطير بهيئته يعني ما تغيرش ممكن يفرد جناحاته او يطير من غير حتى يفرد جناحاته او يفرد ايديه ويطير فين الى اعلى في مرتقى السماء او في وصل الى حد السماء او الى مستوى في السماء الشخص ده بيبع عنده في نفسه احساس قوي انه هو عاوز يصل لطموح مستقبلي يعني عنده طموح وطموح قوي عنده اهداف في حياته شخص ده عنده اهداف في حياته عايز يصل لهذه الاهداف عاوز يحلق في سماء هذه الاهداف عاوز ينجز في هذه الاهداف ولكن اهم الشيء بيأثر ايضا هل لو هو بيطير كان الجو مظلم ولا مضيء يعني الانسانه بيحلم انه هو بيطير مثلا لما كان مرتفع هل الجو مظلم ولا مضيء لو كان بيطير بهيئته في جو مظلم يقول انسان ده نفسه في طموحات ولكن يشعر ببعض الاحباطات انه ممكن الطموح ده ممكن ما يكملش لانه هو بيطير فعلا بس الجو مظلم الجو مش مهيئ هو نفسه يحقق طموحه بس الجو الظروف اللي حواليه مش مهيئة له او لا يتهيئ له انه هو يكمل طموحه انما لو طار الانسان في المنام في منصحات واسعة بهيئته ورأى نفسه انه في مكان مضي يعني فيه اضاءة ده يدل على انه فعلا بالفعل هو عنده طموح انه يحقق في المستقبل امور طيبة وطموحات طيبة في حياة الشخصية او العملية ويمتأكد ايضا انه هو ان شاء الله الجو اللي حواليه يساعده لان الجو في المنام فيه اضاءة او فيه نور يعني فالجو في الحياة الشخصية او في العملية او في كلاهما بيساعده على انه يرتقي لطموح قوي وانه يصل لهذا الطموح وانه ما فيش عقبات ممكن او احباطات او يأس ممكن يعرقله في الطريق لتحقيق اهدافه ده لو انه الانسان بيطير بهيئته في مكان مضيق او بيطير في هيئته في مكان مظلم طيب افرض الانسان بيطير في هيئته ولكن اختلف انه تحول يعني زراعيه الى اجنحة يعني او رأسي رأسي طائر او جسمي جسمي طائر يعني مش كله انسان لا تغير جزء منه من جسده الى طائر في المنام ده الانسان بيشعر انه هو عاوز يحقق طموحاته وعاوز يحقق احلام وعاوزها نفاصل ونلتقي معكم مرة اخرى اهلا بكم مرة اخرى نوصل ما انقطع من الحديث اخر ما انقطع من الحديث ان الانسان بيارى نفسه طائر ولكن وهو بيطير في الهواء وهو في المنام يعني في الرؤية او في الحلم بالاسف الشديد بيتغير بعض اجزاء جسمه زي ما قلنا وقفنا في قبل الفاصل ممكن يتحول زراعيه الى اجنحة او ممكن يتحول رأسه الى رأس طائر ولكن ايضا يطير ولمسافات بعيدة والارتفاع بعيد تبدأ تفسيره ايه تفسيره ان الانسان كما ذكرنا في جزء الاول ايضا له طموح ان يحقق احلامه هو برضو نفس القصة يحقق احلامه ولكن هنا عنده بعض التفاؤل الامل انه هو احلام دي تتحقق سريعا لان اصل الطيران الطائر يعنه اصل الطيران حتى في الحياة العادية الطيران معروف مرتبط بالطائر فلما يتحول جسمه او جزء من جسمه لطائر يبقى هو اقرب اقرب بتحقيق حلمه لانه بياخد اصل الشيء او اصل الموضوع انه الطائر ده بيطير وهو بدأ يتحول في جزء من جسمه الى طائر او خفية الطائر معانا ام عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم اتفضلي معاك اول حال معاك تفضلي اتفضلي اخوة زيت ده و لحمة مستونه سأزينك حاجة ام الرحمن ام الرحمن ممكن تقف في حتة في شبكة ممكن عشان بس الصوت بيقطع يعني اه عشان تزبط ارسال بس اه تحاول ام عبد الرحمن ان شاء الله تتصل مرة اخرى هنا نقول للانسان اللي هو بيحلم انه بيطير وبتغير جزء من جسمه الى طائر انه هو عنده قوة في احساسه الداخلي انه نفسه حقق طموحاته وانه اقرب لتحقيق الطموحات قريب جدا لانه تمثل بالطائر اللي هو مفروض اصل الموضوع واصل الطيران وانه خفيف جدا وانه اقرب لتحقيق هذه الطموحات طب افرد الانسان تحقق فعلا انه هو اصبح كله طائر مش جزء من جسمه لا هو بيطير لا نفسه اصبح طائر هنركز في العلامة او نأكد عليها انه هو فعلا عنده طموح قوي جدا جدا انه هو يصل لطموحه في اخف فرصة وفي اقرب فرصة في اقرب فرصة واخف فرصة خلاص نحاول طائر تماما وبيطير الى مساحات او الى ارتفاع كبير جدا بس المشكلة لو انه انه هو بعد ما بيطير بيسقط يعني بيطير يسقط هنا الدرب هنا المشكلة هنا السقطة لانه هو بعد ما كان عنده طموح انه هو يصل الى طموحات عالية والى امور شخصية وموضوعات شخصية هامة من خلال الطيران سقط يعني برضو بيشك ممكن قدراته او ممكن ظروفه تعرقله ان يحاقق الطيران فيبسقط فجأة في المنام فيبسقط فجأة في المنام وحتى السقوط فجأة في المنام بيخش هنا برضو دور القليل الاسف للمرة التانية وانه بيبدأ يخوفه ان انت حتى اه الو سلام عليكم عليكم خلامة اه ام سمح معنا تفضلي معك هو انا حرتك شفت منام تفضلي معنا هو انا شفت منامت اللي انا رأت بقطف وفي ناس كتير وبعدين فيه زي وقت غير كده في القطف فببط فيها لقيت فيه عنب فبقول فيه واحدة كده وقفة صرحت جايدة عنقود عنب وانه رفت انا مجدت ايدي خدت العنقود ده يفرع عنقود كتير 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 بدأت اوزع العنب ده على كل اللي في القطف على المجموعة اللي كانت معايا الناس كتير كله بيتقديروا عنب وضقت واحدة كانت عمها حلوة قوي اه فيه عاجة تاني في حلم ده 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 الحلم نسمع تفسير ولا فيه حلم تاني سيد نسمع ده اه نسمع تفسير اولا القطار يرمز عنه بسنوات العمر ومضي العمر واحداث العمر القطار بيرمز به بمضي سنوات العمر ومضي مراحل العمر الاخت مسمعه كترك بقطار يعني معناها الانسان بيمر بالاحداث ويمر بالعمر طب بيمر بايه يا طرى لقدر الله شر او بإذن الله خير لا هنا خير خير ليه لأن هنا عنقود العنب بكل حباته يدل على خير والخير ده متتابع لأن الحبات كلها يتلو بعضها فالخير متتابع يعني الخير ممكن يأتي على مراح طب إيه قصت المرأة أو ستة ادت لها العنقود يعني الستة ادت لها مسامحة العنقود المرأة التي لا تعرف المنام تؤول بالدنيا المرأة التي لا تعرف المنام من هي يعني مش محددة من هي دي الدنيا ومعناها أن دنيتها تهديها الخير ليه ادتها العنب ديتها عنقود العنب أخذت منها هنخذ العنب فدنيتها بتديها الخير طب إيه رد فعلها خدت من العنب ووزعت على في القطار يعني هي داخلها الخير يعني بإذن الله نييتها الطيبة إن الخير لما يجيها من دنيتها ومن أحداث تحصل في الدنيا بتاعتها هتوزع من هذا الخير على غيرها لأن برضو يا وزعت على ركاب القطار وما تعرفهمش ما فيش علاقة فإذن هي نييتها الطيبة إنها تاخد أي خير يجيها إلى الناس الموجودين معها حتى لو ما تعرفهمش هيرد لها تاني ليه؟ في الآخر أخذت حبة عنب وأكلتها يعني موضوع طيب ما هو أننا وحنا خير متتابع كل حبة موضوع وهي موضوعات متتابعة لأن العنقود فيه كذا حبة فأخذت حبة في الآخر معناها بداية الخير لها بداية الخير لها كما تتمنى الخير لغيرها وكما تساعد غيرها وربما ما تعرفوش دنياها لهذه المرأة تعطيها خير يبدأ بإذن الله ببشر هذا الحلم تكون دي البداية حالو حالو معاك تفضلي السلام عليكم السلام عليكم شفتي منام مين معاك؟ معاك نادي حالي أنا وسهل حاجة نادي تفضلي معاك حالي أني شفتي واحدة ستة يعني ستة دنيا دلمانا أنا شفت وشها واجهها يعني لأيته اسود بطريقة بلول الصح وأول ما شفتها قلت سلام وقوله من رب الرحيم سلام وقوله من رب الرحيم ثلاث مرات وبعدين شفت أختي هناك كنت أهمشي معاها قلت الله استني أمل جاية وأمل دي أنا كنت بعرص ده الحلم الأولاني حضرتك أول الثاني ولا تفضلي ده وبعدين أقول الثاني سريعا كده ناخد الأولاني عشاء بس في تنظيف الأحلام طيب طيب الثاني أولا أولا مع الأسف شديد الست اللي هي شكلها اسود دي دي معاناها ولعايا يا زب الله ضرر وأزى وعين شديدة عين حاسدة وضرر وأزى وداخي الماها برضو هلو؟ ايوه ايوه هلو جل مالا ايوه ايوه جل مالا اصلا اه فالحسف والضرب ده داخل برضو معي حيثت برضو تلعب قرين طب نعمله ايه الضرب ده نستعيز بالمعوزتين عشان الحسد والقرين نفس القصة برضو يبقى المعوزتين وقاية الكرسي ده مهمين جدا لطرد الحسد والعين وتوقيف او ايقاء في القرين بتاع الانسان عن ان يتلعب به يخوفه في المنام ده بالنسبة للست اللي هي شكلها أسود الناس اللي معاكي من أقاربك في المنان دي بيقدر بتدل على إيه بتدل على الإنسان كلما تعاون مع من معه بالخير طبعا كلما وقف ضد الحسد كلما وقف ضد القرناء يعني التعاون بالشيء الخير والطيب بيخلي القرين يسكت ما يوسويسش بيخلي الأمور السيئة تنتهي وتمحى فدائما يبقى فيه تعاون يبقى فيه محبة هي قوة الدفاع بتاعتنا للحسد للعين زائد الأسكار الطيبة بالإضافة للمعوجتين وقيت الكورس معاك تفضلي وصل إيه وصل لحضرتك الثانة والتي نسيت دي جلمالة 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 جميل جدا اللي مشها يشوي ديه جلمالة زلمالة آه فيه ظلم منها يعني فيه ظلم منها يعني فيه ظلم منها جميل علينا أنا وقاتي يعني ما فيش مشاكل ما أنت بقول لك هون هي على الأسف الشديد شكلها يعني زي ما أنت شمت في الحلم كده للأسف سود طبعا أقول سيدي ده دليل إيه دليل الأمر السيء وأنا قلت لك اللي بيجي منها ضرر الحسد والحقد ما هو الظلم بيجي ليه ما هو الظلم بيجي ليه لأن أنا بحسد بحقد فده بيكون نادع أن أنا أظلم أنا عاوز الحاجة اللي في إيدي غيري فبحسده بظلمه فهي الأسف الشديد بس ربعنا سبحانه وتعالى زي ما بقولك بإذن الله بإذن الله ربنا يجيلي الحق بس بإذن الله بالمعوزتين وبآية الكرسي وباليقين يعني أنا بقرأهم بيقين أن ربنا هينهي الظلم ده هينتهي الظلم ده هينتهي الظلم ده هينتهي الظلم ده وانا باشربها قلت دي مثل دي محلاة بعسل للنحل لاني كنت طعمها جميل جدا وبعدين حد قال لي خلاص انت هتععجي فانا قلت يا فرحة قلبي يا فرحة قلبي قمت من النمو اللي بقول يا فرحة قلبي بسبب الكلمة ان هو قال لي انت هتععجي هناخد جزئين في الحال هنا هناخد اه تفضع لي بقى ان ما قد تواصل اسمع التفسير تكمل معنا التفسير ان شاء الله فانا في جزئين في الحال مده الجزء الاول اللي هو اللي شفتيها اللي هي متعفية اي انسان يشوف اي حد متوفي اوتوماتيك كده علامة عامة لازم يعمل ثلاث حاجات يوزع للروح الصدقات دعاء ويقرأ القرآن بعد ما ينوي يعني الاول ينوي ان هو الاول يقرأ قرآن عادي وبعد ما خلاص قراءة يقول وهبت سواب القراءة لفلان بعد القراءة القرآن بعد القراءة وهبت سواب القراءة لفلان زائد الدعاء زائد الصدقات بكل بمقدار يعني بقادر استطاعتك يعني لا يقول في الله نفسا الا وسعها تتواصلي مع المتوفية ده وممكن الزيارة كل فترة تزورها وتزورها لها عند قبرها ده بالنسبة للعلامة بتاعة المتوفية العلامة التانية شفت نفسك بتشرب لبن اللبن على الفطرة اللبن على الفطرة ويدول عليه على بشرة بشرة بخير يأتي لك بالفطرة الطيبة بشرة لخير يأتي لك بالبشرة الطيبة ودخل فيه لعسل يعني ممكن الخير يتعدد يبقى لبن وعسل نوعين من الخير مش نوع واحد بس ليه بايه بالفطرة الطيبة نحس النوايانة الفطرة الطيبة هي الاساس بالنسبة لنا بإذن الله تأتي البشرة باللبن والعسل والكثير من الخير بإذن الله فضل الله سبحانه وتعالى نكمل الجزء اللي نتكلمه ورده عن احلام الطيران وقولنا احلام الطيران والانسان بيطير ولقى نفسه سقط الانسان اللي بيطير هو نفسه فعلا يحق احلامه يحق طموحاته ولكن اذا سقط المشكلة في السقوط المشكلة في السقوط بتدي اشارة مهمة جدا وتنبئ الحالم مهمة جدا ان يخليه حذر جدا من تلاعب من تلاعب القرين اللي بيقسه لان السقوط معناها انتهاء طموحه بان يطير ويحقق طموحه فجأة وهو بيطير سقط مكملش طيران طب مين اللي خليه سقط تخويف دي علام التخويف تخويف منين من القرين بيضغط بيها على الانسان وهو نايم احنا قلنا القرين الاسف هو انه هو عبارة عن جن الاسف سفلي مع كل واحد فينا قرين يعني مقترم به مقترم به مش بيسيبه ابدا ده غير السحر ده قرين غير السحر دي حاجة مقلوب بيها الانسان انما السحر ده ازى بيصاب من انسان اخر بيبقى موجود مع الانسان لغاية ما يتوفاه الله فدايما عاوز ايه الازى والضرر فيقول له اه انت انت عندك طموح في المنام وبطير وكل حاجة لا ده نخوفك هتسقط يعني خلاص مش هتكمل يبقى ايزا ناخد بينا جدا لما الانسان يصحى لا يستعيز بالله يقرأ المعوزتين يقرأ ايت الكرسي يقرأ اجزاء من البقرة طيبة جدا يعني ربع الاول بقرة والربع الاخر في جسط البقرة من اجزاء طيبة جدا في طرد المرضى من العزو بالله من القرناء او الجن القرن يهدأ خالص السلام عليكم عليكم السلام انا سيد الرحاة بتفضلي معك السلام انا حلمت مرة اني كنت وقفة في البلكونة واني كنت بادعي قوي والمطرة مطارس كنت بادعي يعني انه ربنا يزوجني بشخص معين وانه ربنا يدي ولدتي طلط العمر والصحة تمام؟ تمام مطرة مطارس وانا بدأ ايه حاستي اني كنت عاية وبابطت وانا وقفة في البلكونة من جنبي لقيت الشيخ الشعروي اه جميل 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 ولقيت ماما دخل علي البلكونة وكانت بشعرها وكان شعرها لونه اسبل وهي في الحقيقة يعني كبيرة في السنة شعرها ابيض بس انا في الحلم شفته اسبل وكان يعني طويل شوية ده اول حلم ثاني حلم بسرعة كده سريعا ناخده اول حلم سريعا اولا يعني ان شاء الله بإذن الله الحلم ده بشرة طيبة ان ربنا يحقق لك الشيط طيب لان المطر رزق والمطر خير طالما المطر يسبب الغرق يبقى رزق وخير طالما المطر المطر لا يسبب الغرق يبقى بشرة بالخير وبشرة بالرزق ده جميل جدا نلاقي ايه تاني برضو هنلاقي الامام الشعراوي رمز طيب جدا ايه ايه رمز الامام الشعراوي اللي ناخد من فايد الايمان نتمسك بالاسكار ده كان ايمان ونتمسك بالاحاديث ونتمسك بالقرآن عشان ربنا يقضي بيهم حوائجنا يقضي بيهم حوائجنا والدي تقدخط عليك البلكونة المفروض ان هي تجد شعرها ابيض لانك بيره في السن بس لشعرها اسود الشعر الاسود هو عبارة عن رزق وبشرة برزق وخير الشعر الاسود بشرة برزق وخير حتى لو الانسان في الحقيقة ما كانتش شعره اسود انما اشار طيبة وده معناها خير ليكي وخير لولدتك خير ليكي للموضوع انت تخصيه وخير لولدتك ان شاء الله بس زي ما قولنا ايمان الشعراوي رمزه طيب جدا التمسك بالادعية بالذكر بالقراءة القرآن ليه ده الطريق اللي هيأكد لنا الخير دي بشرة طب هنأكده ازاي بالحاجات الطيبة دي وان شاء الله بإذن الله تصل لها قريبا ان شاء الله حلم التاني الحلم التاني حلمت اننا كنت سيئة عربية لانها اسود بس بسقها بهدوء وبحرص قوي اه بس كده تمام بس هو الحلم ده القصير بس اننا ركبت عربية وكنت بسقها وهي العربية دي كلونها اسود العربية تؤول او اي وسيل المواصلات بتؤول على انها وسيلة لانسان بحق بها هدف انت كنت رجب العربية وبتسوي بحرفية معناها ان انت محددة هدفك وعارف هتوصيله ازاي بس اهم شيء وانا بوصله زي ما كنت في الحلم بحكمة اهم شيء السعي للهدف بحكمة لا بطء جديد ولا سرعة جديدة الاعتدال التوسط هو الميزان هو التوازن فان شاء الله بيقولك اسأل موضوعك لانت محددة بحكمة وباعتدال ان شاء الله هتصل له بإذن الله ان شاء الله بفوضي الله ان شاء الله معلش بس اخر حلم انا ليا اقوية وكده حلم حلم ان هو رح يتقدم لبن تمام وكان معاي ثمية كبيرة يعني انفصل الاتصال مع ان شاء الله يعني تحاول تتصل مرة اخرى اه اه فان شاء الله تواصل الاتصال اه طبع احنا مستمرين طبعا مستمرين طبعا في في تواصل جميل جدا معاكم في تلاقي اتصالتكم ان شاء الله وان شاء الله بإذن الله اي حد طبعا بيبعد حلم ان شاء الله بنفسره ان شاء الله بإذن الله الو اي معا الو اه في اتصال برضو يبدو نفصل اه نكمل ايضا ما كنا فيه بنقول يا جماعة برضو الانسان نكمل تاني نلجع نقطة اللي كنا فيها بقبل تأتي لنا الاحلام وتفسيرها الانسان لو بيطير وسقط يحذر حذر شديد يكمل طموحه طالما طموحه طيب ويصر على طموحه وما خلاص يبعد عن تخويف القرير ليه انه يسقط ومش يكمل اه ازاي التصميم اليقين الثقة في الله سبحانه وتعالى الثقة في نفس الانسان يسق في نفسه يسق في انه بيعمل خير وعارف انه ده خير بفضل الله سبحانه وتعالى ويتمسك يتمسك اولا واخيرا بالاسكار الاسكار ولا ذكر الله اكبر واجعل لسانك رطبا بايه بذكر الله والذكر هو يعني من اهم مناطق تحقيق ما اريد ليه لان الذكر هو عبارة عن وصل مع الله سبحانه وتعالى السلام عليكم حاجة زينة بتفضلي معك لو سمحت يا فندم اه معاك سامت لو سمحت يا فندم حضرتك حلمت ان انا عندنا الكنب اللي هو في البلد الكنب اللي عندنا في الهرياب اللي هو مفروش وليه ابن عني عاوز يعني ايه يرتبط بيه يعني عشان انا ممفصلة خد اللد بتاع الكنب ومشي فولدتي بتقول له انت واخده ليه انا هاخده هرقاوه على طول تاني بس خده او ما خدوش في الاخر الكنب ده لا خد اللبس الكنب بس يا فندم اللبس بتاع الكنب اه بس يعني ما رجحوش تاني يعني لا في الحلم يا فندم انا هو اعديني يعني مع بعض لما انا واقص انا دخلت جوه فقال لي والدتي اديني لبس الكنب ده وهرقاوه في سرعة تاني فاخداني بقول له يا اما بنت تدوله ليه قريت لي اياخده وهيرقاوه تاني عشان هو يعني انا منفصل هو متجوز وعاوز يعني يتقدم لي والله مبدئيا هنا في يعني عنصرين مهمين هل انسان لما شفت المنام ده لو عندما رأيت هذا المنام كنت مصليها قبل استخارة او صحيت على اداني الفجر لو كنت مصليها استخارة او صحيت على اداني الفجر ده رؤية معناها ان شاء الله ربنا هيوفق في هذا الموضوع لو كنت مصليها استخارة او الحلم ده كان على اداني الفجر او قريب من اداني الفجر يعني رؤية يعني رسالة مهمة لليك ان ربنا هيوفق في هذا الموضوع ان شاء الله انما لو مش استخارة ومش قريب الحلم مش قريب من اداني الفجر يبقى حلم داخلي حلم نفس رغبة شخصية ان ربنا يكرمك بإذن الله بالموضوع يتم وده برضو مش وحش ليه لان ان شاء الله طالما فيه خير وطالما الانسان بيسعى للخير يدعو ربنا ووفقه يبقى انا عشان اصل الموضوع حتى لو يهدد شيء نفسي مش رؤية ان انا موضوع كويس اسعاله ايه اسعاله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اي شيء اي امر دنيوي صعب في هذا الموضوع احاول ايسره التيسير يسره ولا تعسره طالما الانسان ده كويس وواثقه سألت عنه في دينه وسألت عنه في خلقه وفعلا بفضل الله سبحانه وتعالى طيب في الدين والخلق يبقى تيسير بقى يبقى الموضوع تبطعه سيسير تيسير الانسان يسر الامور وربنا بسبحانه وتعالى ويلجأ لله سبحانه وتعالى بالإعدادة الطيبة أنه يوسر له شرك حياته بإذن الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى طيبين وعلى حالة عند الله سبحانه وتعالى ربنا يوفقه بإذن الله ويسعى لذلك حتى لو شيء نفسي برضو يسعى له وربنا يحققه له فإن شاء الله بإذن الله تكون بشرى عن ناحيتين إذا كان رؤية طيبة على الفجر أو إذا كان قبل وسط التقارى أو إذا كان شيء نفسي بالسعي الطيب وبالإنسان الطيب الاختيار الطيب ان شاء الله رب نوفق بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ويكون خير ويكون بشرة طيبة ليه ان شاء الله ويتم هذا الارتباط نرجع ايضا مرة اخرى للنقطة اللي كنا انتهينا عينها عندها الانسان لا يخاف ابدا من تخويف القرين له في المنام ننتقل برضو مجموعة اخرى غير احلام الطيران احلام السعابين من الاحلام المشهورة اللي الناس دايما بتراها ودايما بتبعت انا بشوف تعبان يا علوة السلام عليكم سوز محمد معك سواء عليكم ازا فحيتك افضل معك حضرتك انا معايا ثلاث احلام ممكن افضل معك اول حلم احلمت ان انا دالي جواب حبك وكان في الجواب ده في الزرفي ده دنهات دهات اما عم المتواصف قال لي ان انا مستنيك في المسجد النابوي ماش حضرتك معك سامي عمك المتواصف انا كنا مستنيك في المسجد النابوي وكان واحدة معايا في الحلم معايا في واحدة في الحلم بس مش امي تجاه في هيئة امي بتوفيها برضو اه لقيتها جايباني جوفة فيها بلح بلح وازداني وفي تن اتنين ده الحلم الاول الحلم الاول والحلم التاني حضرتك بس نخش بس سريعا كده ناخدوا حلم الاول عشي بس بس مرتبات والحلم التاني حضرتك معنفسر الاول بس بس سرعة بس سريعا الحلم الاول بشرة خد بشرة على رضو كده بشرة ان ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله ينويلك ما رأيت تشوف انت شفته فعلا انك تزور وتعمل عمرة وتعمل حج ومش كده بس النية الطيبة على سواب طالما انا نايم ونية طيبة ونايم عن نية طيبة ان نفسي ازور اعمل عمرة اعمل حج لله سبحانه وتعالى ده حد ذاته النيه الطيبة لها سواب ربنا بيكرم عن نواية الطيبة انما الاعمل وبالنيات فالنيه الطيبة سواب وربنا كمان يبشرك ان النيه الطيبة بإذن الله بالنيه الطيبة وبتصميمك عليها وبالدعاء ده من الله سبحانه وتعالى هيوصلك للي انت عايزه اللي هو الفعل انك تعمل عمرة ان شاء الله فعلا وتحج ان شاء الله فعلا هنا رؤية مش حلم رؤية رسالة طيبة من الله سبحانه وتعالى بالثواب وقضاء الشيء ان شاء الله بإذن الله طب الحلم التاني ممكن بعد ذلك اه وتتواصل مع المتوفين بالصداقات والدعاء والقرآن لو شفت حد المتوفين في المنام تتواصل معك ممكن بعد ذلك الرؤية التانية فضل معك حلمت ان في تعبان اصمر حاج مجامس المهم اللي دخل عليها الشيخ كده راح جاباكون شاول له راح جاي لمن نفسه تاني حلمتي برضه في نفسه تلك اليوم بيجروا بيجروا وراي عزونا عزونا فلاتي بساحة زي ما يقول عربية كده قولت يا رب لأيت تهام نزل اسم السماء قاعدت تجي فيهم سهام زي ما يقول كده قولت يا رب لأيت تهام كده زي ما يقولت بالكلاب بيه اه الحلم التاني بتقول تعبين وكلاب احنا لسه قابل حتى الحلم ده كنا نخش نتكلم على الموضوع التعبين والمشهور في التعبين اه التعبان عدوه التعمل عدوه طب العدوه ده او زيه العدوه ايه العدوه ممكن تكت كذا قسم ممكن الانساني فيه شخص عدوه الظروف عدوه يعني الظروف اللي عيش هاي العدوه بغض قليل بتاعه بيوسيس له عدوه كذا حاجة عدوه ممكن تكون النفس عدوه ممكن يكون القليل عدوه ممكن يكون الظروف عدوه ممكن طب العداية ده كلها اتخلص منها ازاي بيا رب انت قلت يا رب بيا رب بلا اله الا الله بذكر الله يعني انت نفسك انت جبت الحل من جوه الحلم بيا رب انت ما قلت يا رب ايه حتى الكلاب اللي بعد التعبين برضو بعدت بيا رب فعاوز يقولك العدوات تيجي من كلاب تيجي من تعبين تيجي من ظروف تيجي من اشخاص النجال وحيدة فيها يا رب ولا اله الا الله وذكر الله ولا ذكر الله اكبر كما قلنا فانت عاوز يقولك كن حذر من كل العدوات بس اهم شيء سلاحك في الحذرة ايه يعني السلاح بتاع ايه ذكر الله الذكر 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 يعل القدر والذكر يمحو اي اثر اي شر او اي ضر فباذن الله بالذكر طيب باذن الله تنتهي كل العدوات ولا يظلها اثر في المنام او في اليقظة بفضل الله سبحانه تعالى الحلم التالي الحلم التالي حلمت النهاردة ان المحفظة ضاعت مني ولقتها بس بس الخط بتاع التليفون ضاع مني هذه التليفون بس الخط ضاع بس كده المحفظة او التليفون اللي ضاع المحفظة طبعا محفظة بتحفظ فيها نقودك والاوراق الهمة ودي معناها انك انت لابد تكون اكثر حرصا على الايه مش النقود بس والاوراق الهمة لأسراره الاسرار الاسرار الشخصية مهمة جدا والحفاظ على الاسرار الشخصية مهمة جدا ده ايه تاني كمان ضاع خط التليفون اللي هو التواصل مع الاخرين اهم شي احتفظ بصرق الشخصية واتواصل مع الاخرين اكتر اركز في التواصل مع الاخرين ليه عشان لو احتفظ بقصرق الشخصية هحمي نفسي din العدوات لان السر الشخصي هو ممكن يكون في نقطة ضعف ليا فلما احميه ما تطلعش السر برا فما يستغلش ضدي في علاوة ده اول جزئية تاني جزئية خط التليفون تواصل هو تواصل بالاخرين الخط ضاع في يعني معناها هي اتواصل اكتر حتى لو لو مسلا زور احمق ازورهم لو حد من بعيد أزوره أكلم حد ما كنتش كلمته من فترة أتواصل خط التليفون الضيئة ده تواصل تواصل مفقود أو ضعيف أنت بتقويه لازم تقوي التواصل ليه؟ عشان تزيد الخير سوى سلة الرحم أو غير سلة الرحم طالما في الطيبات زائد المحفظة تحفظ أموالك طبعاً ما فيش مشاكل بس أهم من شيء تحفظ أسرارك تحفظ أسرارك لأنها ممكن تستغل كنقات ضعف للإنسان ولأسف الشديد تضيع المحفظة يضيع معها السر المحفوظ فيها مش عاوزين إن شاء الله بإذن الله الأسرار تبقى محفوظة وتبقى طيبة عشان ما حصلش قاذة أو ضرر بإذن الله ونرجع للجزء التاني برضو بهم جداً أنك انت تتواصل مع الناس علشان إن شاء الله التواصل ده بيجيب رد فعل طيب سواء كان لزور رحم أو للأشخاص العادي نتمنى لك الخير إن شاء الله في كل أفعالك وكل تصرفاتك بإذن الله إن شاء الله وقال فالف شكراً نرجع برضو الأحلام الاستعابين حتى الحلم اللي كنا بنفسره برضو من فترة بسيطة اللي هو التعابين وشرف تعابين التعابين كلها بلا استثناء في عدوات بس بتختلف في بعض درجات اللون واختلف في بعض قوة التعابين أو هجومه على الإنسان النائم أو الإنسان اللي بيحلم هذا الحلم إزاي؟ ممكن الإنسان يرى الصعبان أسود الصعبان الأسود هو عدو شديد العدوة عدو شديد العدوة طب في سؤال يعني سؤال برضو بيطرح نفسه في الموضوع طب لما عدو شديد العدوة قلنا من شوية في تفسير الحلم الأستاذ اللي فصلنا له من شوية العدوة ممكن تكون عدوة نفسك عدوتك ممكن عدوة شخص ممكن عدوة موقف ممكن يكون قرينك عدوك طب ما كذا عدوة طب أنا اظهر لي تعبين هعرف أنا عدوة فيهم أقرب عدوة للحلم هي العدوة المقصودة يعني قبل الحلم كان في بعض الظروف الصعبة بالنسبة لك يبقى العدوة عدوة الظروف طب قبل الحلم حسيت أن فيه حد بيضغط عليك عاوز ياخد من الحياة معينة أو عاوز يأذيك يبقى عدوة شخص طب لا فيه ظروف ولا فيه شخص بس انت وبين نفسك في وساوس وساوس قرين أو نفس يبقى نفس أو قرين يبقى أقرب عدوة أقرب عدوة لرؤية السعبان هي العدوة اللي ممكن تكون مقصودة في التفسير فإذا السعبان له كذا علامة في العدوة أقرب عدوة لك هي اللي ممكن تحذر منها طب إذا سعبان ظهر وعدواته خايف منه أعمل إيه الحل يعني خلاص ما هنعرفنا أنه عدوة أي أنك هتنور عدوة حلها واحد ولا غيره وسبحان الواحد لا يوجد الحل اللي عند الواحد سبحانه الواحد لا إله إلا هو دائما تلتجئ للذكر دائما تلتجئ للأدعية لأن دي تحصين حتى بيسموها تحصينات أهلاً سلام عليكم عم رجب سلام عليكم أزاك يا حبيبي الحمد لله لا يخليك ربنا عزك الله يخليك أنا بحيك وبحي فريق الأزاد المحترم الله يخليك وفتخ نصح وجمال وجميع مش حدينك ربنا يكرمك ويبارك فيك ويبارك في أهلك يا رب الله يبارك فيك وديك الصحة والعافية يا رب تحت عاملك تفضل معك معي حلمين يسيك العمر اللي هو أحد تفضل في حلمي طبعاً أنا إيه كنت بعيدك الفلوس كده وجاءت المدام جالت لي في حلمي قلت له الحمد لله توظف في الجامع وجبضوني أول شهر مجدد الحمد لله الحمد لله ومعي حلم التاني في حيث من اللوم اللي جيت واحدة جارسي بتاخذ الحزاء بتاع الحزاء بتاعي أخرته الحزاء والحزام الحزاء 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 أخرته فبقول له عليه كده أخرته ورمح طبعاً هنا نخش على الحلمين الحلم الأولاني بيقولك أنه أنا كنت في المسجد وراح بمبلغ معين لأهله في البيت وبيقولهم ده المبلغ ده من تعيني في المسجد طبعاً ده أجمل شيء هو بشرة برزق طيب جداً 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 يعني أنت المصدر إيه؟ ده المصدر المسجد يعني علامة للطيبة علامة للفتوحات علامة للبركة في الرزق وفي الأموال وفي الأولاد فمعناها استبشر يا عم رجب بالرؤية دي دي رؤية مش حلم دي رؤية كمان مش حلم استبشر بالرؤية دي استبشر قوي جداً أن ربنا سبحانه وتعالى حيبشرك بإذن الله وقريباً مش بشرة بس وقريباً هيصلك رزق طيب رزق طيب مش صارت يكون كثير بس أهم شيء البركة يعني بركة الرزق لا تقل قوة عن أو أهمية أو أفضلية عن كسرته فبإذن الله ربنا أكرمك بإذن الله بهذه البشرة برزق طيب ونبشرك برزق طيب والرزق يكون في البركة لك والأهل بيتك دي أول جزء بتاع المسجد وهنا يعني سبحان الله الجزء التاني نخش على الحلم التاني نلاقي يختلف تماماً إن حزاء واحدة خاتت حزاء الواحدة دي مش معروفة دايماً بنقول حتى قلنا من شوية أن المرأة الغير معروفة هي الدنيا الدنيا ولما تكون صغيرة تبقى لسة الدنيا في بزيتها أو بشائر الدنيا ولما تكون كبيرة شوية تبقى الدنيا في مرحلة متقدمة لما تعكون عجوزة جداً يبقى الدنيا خلاص في آواخر مراحلها أو في آواخر أعمال العمل معين في آخره الدنيا اللي هي المرأة اللي شافها دي خادف من الحزاء معناها إيه؟ الحزاء ده وسيلة باصل به الهدفي برضو عاوز أحاقق به هدفي بل بسه بروح به مكان معين الحزاء فلما الدنيا تأخذ منك حزاء معناها إنه ممكن ربنا بيقولك سبحانه وتعالى دائماً ما تتضيقش لو حاجة ضاعت لو فيه هدف عاوزه يصله لو رمز الحزاء ده وضاعه الدنيا ما حققتش لهدف ده أو راح منه ليه؟ لأن العوض أكيد عند الله سبحانه وتعالى وأكيد الشيء اللي ضاع منك ربما أنا أكون معتقد أنه وضع مني بس هو لا المهمة يا عم رجب ربنا عوضك وما تقلقش إن شاء الله السلام عليكم معنا ملك من القاهرة سلام عليكم سلام عليكم تفضلي معاك حضرت الشيخة ماما حلمت اللي هي كانت أهدا في الشارع وحدد ده فراغ بضعت إيديها والجماعة على طول في البيت بإحلام اللي هم شايفين فراغ متبوحة وفراغ صحية بس الفراغ دي مثلاً حالتها كويسة ولا فيها أي حاجة مش كويسة ألو؟ يعني على طول فعبانة وضاع آآ آآ يعني برضو فيه ألم وصدع وتعب يعني آآ آآ فيه دم في الحلم فيه دم؟ دم؟ آآ مفيش الحلم ده تفسيره يعني أولاً الفراغ بشكل عام في الحالة الطبيعة بتاعتها برضو رزق مفيش من شكل عادي الفراغ بتستخدم وبتأكل وهي رزق طيب من عند الله صحوه وتعالى واحد فيض الرحمن من رزق علينا كبشر ولكن الفراغ مدبوحة طب شوفنا الفراغ مدبوحة حتى منزلش منها حاجة خالص وبتقولي بيحصل ألم وصدع ده معنى إيه؟ معنى الفراغ رزق ومدبوحة وفيه ألم وصدع برضو نرجع لقصة تخويف القرين بيخوفها بيخوفها ليه؟ إنه ممكن يبقى فيه مشاكل في الرزق من الفراغ رزق وهي مدبوحة وحسب ألم هي فممكن يبقى فيه مشاكل في الفراغ دي لأ ده المفراغ دي عشان مدبوحة بطريقة يعني فيها ألم وفيها صدع لأ ممكن تكون بالنسبة كبير جداً إنه بيخوفها علشان يقول لها لأ خلي بالك ممكن رزق بتاعك يضيع ممكن رزق ما بقى السليم ممكن رزق بتاعك يأتي عليك بالألم لولدتك اللي حلمة الحلمة يعني فما تخافش شافت زي كده ما تخافش تستعيذ بالله تستعيذ بالله وتقرأ المعوزتين بإذن الله وتقرأ آية الكرسي ربنا يبارك لها في رزقها ويخرس قرينها ربنا يبارك لها في رزقها ويخرس هزلقرين الشيطان اللي بيوسوس علشان يؤذيها لأ خلي كبالك ده ممكن رزق بتاعك يضيع ده ممكن ربنا يعني ما جيش رزق ده أو يضيع أو يروح منك لا مدام تذكر ربنا وتستعيذ بالله لا خلاص هو خلاص القرين بقى يلجم يلجم ولا ينطق مرة أخرى بإذن الله عن وسواسه وتخويفه وربنا يبارك في الرزق ويخفف عنها من ألام لو كانت فيه ألام أو صداع يخفف عنها من ألام لأن الذكر كما قلنا مفتاح كل خير مفتاح كل خير بإذن الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله نرجع مرة أخرى برضو لعلامات أو علامات الأحلام اللي هي بتبقى مشهورة أو فيها ناس كتير جدا بتحلمها لو قلنا تعبان رأي إنسان رأي تعبان لأنه اسود هو دليل على عداوة والعداوة الشديدة وقلنا أي إن كان مصدر العداوة النفس أو القرين أو الظروف أو إنسان أي إن كان مصدر العداوة بيستعيذ بالله سبحانه وتعالى وبحاول أتناسى هذا الحلم الصعب وأبدأ من الذكر لأن الذكر سبحانه وتعالى يزيد الشكر والذكر يزيد القدر والذكر يزيل الضر يزيل الضر ويقعوه بإذن الله سبحانه وتعالى فالأسكار الطيبة والمعوزتين والتحسينات الطيبة إن شاء الله والنها الطيبة والثقة في الله سبحانه وتعالى هما دي العوامل دي المنظومة المضفرة فيما بعضها اللي ممكن أنا أتمسك بها عشان لو شفت أي حلم فيه تعبان ينتهي وينتهي أسره ولا يصيبني دارة بإذن الله حاليا أو مستقبلا طالما أنا مستمر على الذكر طب افرد الإنسان العكس افرد رأى التعبان لونه أخضر غريب الحكاية دي شوية دايما التعبير لونه أسود لونه بني يعني ألوان فيها لون غامق شوية إنما لو التعبان أخضر طب إيه قصته طب لو التعبان أبيض قصته إيه لو التعبان لونه مثلا روز فاتح كده يعني قصته إيه لا لو الإنسان رأى في منامه ألوان فاتحة مش ألوان غامقة في الأحلام زي اللون الروز وزي اللون الإسود وزي اللون الروز وزي اللون الأبيض واللون الأخضر ألوان فاتحة دا بيعان إيه معناها عدوه آه بس لأسف العدو ينقلب عليه أزاه عدوه بيحاول إزيك بس هو الهتيز مش ت Musical طب ليه هو التعبان عدوه آه للعدوه لا تيجي بس اللون الأبيض أو اللون الأخضر أو اللون الروز الفاتح علشان ألوان فاتحة وطيبة كسرت حدة العدوة كسرت حدة العدوة فانقلبت على صاحبها فانقلبت على صاحبها فالإنسان اللي يرى صعبان لونه أبيض أو لونه أخضر أو لونه روز ممكن تكون عدوة بس إن شاء الله صاحبها اللي هيضر بها اللي هو عاوز يعمل العدوة مش الحالم فما يقلقش لا فيش قلق ولا ما فيش أي اضطراط وبرضو لما يصحق يكمل في الزكر اللي سبحانه وتعالى زي ما هو طب ننتقل من مجموعة الزواحف كلها نخش على سبيل المثال مثلا الحرباء أيضا من أحلام مشهورة بالنسبة للناس الحرباء يا طرع لما إنسان يشوف حرباء بتدل على إيه الحرباء معروفة حتى في الواقع متغيرة في لونها متغيرة في جلدها متغيرة في هيئتها يعني كل فترة كده ممكن تتلون بحسب لون الطبيعة لو هي في بيئة خضراء تقضلون الأخضر لو بيئة صفراء تقضلون الأصفر وممكن كمان تغير حسب لون الشجر أو حسب لون البيئة اللي هي عايشة فيها طب لو إنسان رأى في المنام حرباء يبقى ألوه السلام عليكم حبيبة معانا من المنوفية تفضلي معاكي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن عبردك عزين بس نفسر حلم تفضلي معاكي أنا حلمت بحل اللي أنا جال عريس وكانوا بيودوا بيودوا اللي يزال بتاع في التراب بس كده وكوانا كنت بسفرد عليهم من سدة عالي وحنا كتير بركوب القطر يعني آه ركوب القطر في نفس الحلم ولا في حلم تاني نعم لما بتركب القطر في نفس الحلم ولا حلم تاني نعم في حلم تاني حلم تاني بتركبي في القطر وخلاص ولا في علامة تانية حلم تاني حلم تاني أيوة خلاص يعني خلاص الحلم ده إنه بتركب القطر وبس وخلاص على كده الحلم الاولاني زي ما قلنا من اول الحلقة احذروا يا جماعة احذروا تلاعب القرين الشيطان القرين الشيطان يعني والعزو بالله وقت الحاب ان ده قرين من الجن السفلي بيصاحب الانسان وبيحاول يخوفه المفروض ان العالس متقدم ده موضوع خير يروح المقابر ليه يعني ايه المناسبة المقابر ده للاعزة وده للاوفاء وفاء وعزة فانت حاجة طيبة لسه يعني عازو عليك اللي بتجاوز ده لسه داخل دنيا انت طلعوا منها هتودي الازال للمقابر فده تخويف معنى بيقولك بيقولك ان الجواز ده في ضرر الجواز ده في مشاكل ولا قد ضرر لا ممكن توصلك لقاد ضرر الازى زي ازال ضرر او حاجة فيها في المقابر فده تخويف لان لا يجتمعان الشيء الطيب اللي فيه دخل مع الوفاء رغم ان الوفاء تدول على الازى يعني المقابر نفسها ازى لو تيجي لوحدها يعني لو احلم بالمقابر واحدها دي دليل اعزاء انما ترتب بواحد جاي تقدم ترتب واحد لسه هيخش دنيا يطلع منها فانا معنى تخويف من القرين لابد من الاستعازة بالمعوزتين اهم شيء تستعيزي اول ما تتطرح حلم ازا كده تستعيزي بالمعوزتين ده مهم جدا جدا عشان ما تلعبش القرين تاني ويدخلك الحاجة الكويسة في الحاجة الصعبة اللي فيها حاجات صعبة كالمقابر ده بالنسبة للحلم الاول يبقى المعوزتين مهمين جدا وقاية الكرسي مهمين جدا حتى يقرس هذا القرين السفلي ولا يتكلم مقرأة ولا يوسوس لكي في اليقظة او المنام ننتقل للحلم الاخر قطار احنا قلنا فيه ما فيهش يعني فيه كان وصل حلم لنا هنا في البرنامج على ان الانسان حد راكب قطار القطار قلنا انه هو عبارة عن سنوات العمر يعبر عن سنوات العمر ومضي سنوات العمر كل فترة القطار بيعدها بيقطع مسافة زمنية وبيقطع مسافة مكانية فهكذا الانسان عمره بيتوالى في الاحداث فانت راكب قطار معناها ان العمر اه العمر مستمر واحداثه مرتفع لا تقف بس ده مش معناه شر مع اي انسان العمر بيعد بيه بس اهم شي الاستفادة من هذا العمر يعني بديك اشارة انه لما الوقت يعده استفيد بيه يعني خلاص الحلم كده تفسيره انه تستفيد بوقتك لا تترك الوقت يضيع هباء لان الوقت الاسف اللي بيضيع ما برجعش تاني الوقت ودقاته العمر محسوب على الانسان حتى لو عاش مئت سنة فالقطار هو سنوات العمر اللي بتنضي او بتجري يعني وتتوالى فلازم لازم الانسان ياخد باله من وقته ما يضيعش وقته فيما لا يفيد لان عقارب الساعة لا تعود للوراء والعمر لما بيديه للأسف يعني لا يعوض هناك امور تعوض اه فيعني التحافظ على الوقت بفضل بقدر المستطاعة السلام عليكم معنا اروى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي معاك تفضلي معاك حضرتك معي حلميا انا سعلا والله الاول انا حلمت امي جعت على عهد تلبية فاديكم كيس منو اسود مربوط جالتلي يعني وديه لواحد جارنا هو تبيل في السن جارنا ده واسمه علي فادي كنتش راضي اوديل هالخيس دي بعد كده اتخذت من امي وكنت طلعة بالكيس اوديه فتحت باب الشارع بتاعني اللي جيت حاريم ورجالة معدية كتير جدام باتنا يعني بتبص على باتني وبتقول ده في اسد شايفين الاسد جدام باتهم وفي نفس الوقت ايه راح انا بصيت زي كده ايه ملجيتش حاجة ما شفتش حاجة ثم ازاي ده بيقوله الكلام دات وانا ما شايفاش فبعد كده ايه اول ما انا ملجيتش يعني شايفها زي كده راح بصيت راح لجيت ايه الضرة بتاع الاسد دي فانا وعيدت ضرة بس جدام باتني وبعد كده ايه صحيث يعني ان انا ايه شفت جلدار الاسد بس في الارض مبدأين نفصل الحلم الاولاني او الحلم الاول علشان يعني بواضح تفسيره عشان نخش في الحلم التاني اولا انت نبدأ بقصة الاسد الاسد ايضا يصنف على انه عداوة عداوة جديدة لان الاسد معروف انه حيوان مفترس فالاسد عداوة طب العداوة دي يهتمل ايه متربس الاسد اعطل الحلم وانت لما خدت في اول الحلم الكيس وخدته من هو لدك او حتى كنت مش عاوز التخطيف الاول لواحد اسمه علي وهكذا ده معناها ايه معناها ان الانسان لازم لازم يخلي باله من العدوات ويخلي باله من العدوات المفاجئة لان الاسد من الحيوانات التي تفترس وبتباغة الانسان يعني بسرعة وبقوة فعاوز يقولك خليك دايما تحتاطي من العدوات طب احتاطي ازاي برضو كررناها اكثر من مرة اول ما ترعي حلمي في اسد تسكول الله سبحانه وتعالى ليه علشان يديك طمأنية الاسد خوف يعني شفت الاسد فخفتي عدوة خفت منها حاجة تحصل لك من العداء طب اعمل ايه عشان اطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى انا الشيء اللي انا اعمله عشان امحي اثر الاسد اللي هو العدوة اللي هو ايه الذكر اسكر ربنا اسبح الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنة اسبح الله بذكر سبحانه وتعالى دائما وابدا لما ارى حلمي زى كده عشان ينتهي من الخوف ويطمئن قلبي ده اولا ثانيا ما تبتقول لي كنتش عايزة اخد الكيس اخده من والدتي او اديه الاسمه عالي ده لا هو بشكل عام طاعة الولدين ضرور طاعة الولدين ضرورية جدا وطالما في الخير يعني طاعة مهمة جدا ولا انا بحبز الطاعة اكتر من اي شيء تاني وان شاء الله تكوني دائما في طاعة للولدين باذن الله وفي خير دائما وربنا يقيك بالذكر شر العداوة ودائما نلتقي معكم على حب ونلتقي معكم على تفسير وتأويل الاشارات للمنامات والرؤى وكنتم معنا في برنامجكم برنامج شفت منام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة